السلام عليكم متابعي دراما سبورت خلونا نحكي شوي عن قائمة المنتخب السوري لدورة الصداقة الدولية وكمان للمباراة الودية مع منتخب الإمارات وشو هي الخيارات اللي ممكن يستخدمها الكابتن فجر إبراهيم ليحقق أكبر استفادة من هالمباريات الودية بالبداية لازم نعرف انه دورة الصداقة الدولية وكمان مباراتنا مع منتخب الإمارات مجرد مباريات ودية ما مهم فيه نفوز بدورة الصداقة أو نفوز على منتخب الإمارات المهم نشوف أداء مقنع وفكر كروي بالملعب أي مدرب يجي للمنتخب رح نكون أول الداعمين لهذا المدرب بس إذا ما شفنا أي فكر جديد وأي طريقة جديدة فأكيد رح نكون أول المنتقدين لهذا المدرب بشكل عام قائمة المنتخب السوري لدورة الصداقة ولمباراة الإمارات مقنعة نسبيا تم استدعاء أغلب المحترفين مع تحفظي على استدعاء حارسين من نفس النادي وأكيد أي شخص من الجمهور السوري رح يطالب بإسم معين وإسم تاني فلذلك ما رح نتفق خلونا نتفق أنه الكابتن فجر الراهيم هو بيملك القرار الأول والأخير مثل ما حكينا تم استدعاء أغلب المحترفين وأغلب اللاعبين أي لاعب إسا ما تم استدعاءه لسا في فرصة جديدة لينضم للمنتخب الشي اللي بدنا إياه بمبارياتنا الودية المشاركة العادلة لكل اللاعبين يعني مو معقولة يجي جابريال الصومي من أمريكا للعراق أو للإمارات وما يلعب مباراة كاملة من ثلاث مباريات مستحيل أي محلل يقدر يقيم مستوى لاعب من 10 دقايق أو 20 دقايق أو من التدريبات لازم نشوف كل اللاعبة يشاركوا على الأقل بمباراة واحدة من هالثلاث مباريات لنقيم اللاعبة ولنشوف أي لاعب ممكن يخدم المنتخب وأي لاعب مستوى ما بيأهله ليلعب مع المنتخب كلامي ما بيخص بس جابريال الصومي كلامي بيخص كل اللاعبين المحترفين كمان لعبة الدور السوري لازم تكون المشاركة عادلة مو بالضرورة نشوف السومة وخريبين وفراس الخطيب بالثلاث مباريات كأساسين لازم يلعبوا مباراة أساسي مباراة احتياط ومباراة ممكن ما يلعبوها يعطوا فرصة للبقية الكابتن عمر السومة مثلا نحن بنعرف مستوى نعرف قيمته السابتة للمنتخب فلذلك هو بر التقييم نحن بنحكي عن اللعيب اللي إسه ما شفناهن ولازم نشوف وجوه جديدة للمنتخب مثل قابريال الصومي أياز عثمان اللي ما أخد فرصته بالمباراة الودية مع أشتانجة وكمان أغلب اللاعبين تبع الدور السوري لازم نشوفهم عن قرب لازم الكابتن فجر إبراهيم يمنح بعض الدقائق لهاللعيبة المباراة الأولى ممكن تشارك بإبراهيم عالمي أحمد الصالح عمرو ميداني حسين جويد مؤيد عجان تامر الحاج محمد زاهر ميداني محمد عثمان محمود المواس يوسف قلفة وعمر السومة طبعا هاي التشكيل اللي حكيتها بناها نحن بنحكي وجهة نظر شخصية بالمباراة الثانية ممكن نشوف تبديل بين عبد الملك عني زان وحسين جويد بين قبريل الصومي ومؤيد العجان ماهر دعبول مكان محمد عثمان أياز عثمان مكان محمود المواس محمد مرمور مكان يوسف قلفة وعمر خريبين وفراس الخطيب مكان عمر السومة يعني بنشوف تشكيلتين على ثلاث تشكيلات خلال هالثلاث مباراة الودية بهالثة مباريات ما بدنا سبات بالتشكيل بقدر ما بدنا نعطي فرصة وعدالة بالنسبة لمشاركة كل اللعيبة لازم نشوف أغلب اللعيبة الموجودين أو اللي تم استدعاهم لقائمة المنتخب يعني هيك ما فينا نقيم لاعب من خلال خمس دقائق أو عشر دقائق بالملعب لازم نشوف لاعب يلعب مباراة كاملة عدا عن ذلك أنا بشوف من صالح الكابتن فجر إبراهيم يعطي فرصة لهاللعيبة من جهة بيكتشف كم لاعب جديد من طلبات الصحفيين أو من طلبات المحللين لأنه بصراحة يعني أنت إذا ما عم تعطي فرصة هذا الشيء الثابت اللي كنا عم ننتقد فيه شتانجة أنه كل اللعب بيشارك مع المنتخب يا أما يشارك بغير مركزه أو يعطي فرصة عشر دقائق أو ربع ساعة مستحيل تقيم لاعب خلال عشر دقائق أكيد نحن مع سبات التشكيل لكن فيه لعيبة ما في عليهم أي خلاف مثل عمر السومة، خريبين، إبراهيم عالمة، محمد عثمان لكن فيه بعض المراكز اللي لازم نشوف لعيبة جدد لازم نشوف مواهب جديدة مو بس نفس اللعبة ونفس المراكز بالمختصر المفيد الكابتن فجر إبراهيم عنده دورة العراق الدولية وعنده مباراة الإمارات الودية ليحدد خريطة وطريقة لعب المنتخب وبعدها رح نتسأل أو رح نسأله عن نتائج المنتخب بالبداية نحن ما بنسأل عن نتائج المنتخب كيف ما كانت النتائج ما كتير مهم أهم شي نشوف أداء وطريقة لعب وممكن نشوف كم لاعب جديد بالمنتخب بهالثة مباراة الودية كل التقييم رح يكون للكابتن فجر إبراهيم بيجيب أي لاعب بيطرد أي لاعب كل صلاحيات لازم تكون للكابتن فجر إبراهيم ونحن أكيد ما رح نتدخل كجمهور سوري لكن بعدها وبعد ما يبلش الجد وبتصفيات كأس العالم أكيد رح نطالب بالنتائج وبطريقة لعب لازم يحددها للكابتن فجر إبراهيم خلال هالمباراة الودية إذن مثل ما اتفقنا يا شباب ما لازم نحكم على نتائج دورة الصداقة سواء فزنا أو تعادلنا أو خسرنا أو حتى مباراتنا مع الإمارات الودية لازم نحكم على أداء المنتخب أكتر من النتائج بخصوص خسارة منتخبنا مع المنتخب الأولمبي هاي خسارة عادية بتصير في تجارب اللعيبة عم يجربوا السمامة أخدين على بعض المنتخب الأولمبي أجهز بالوقت الحالي لذلك لازم ما نركز أكتر شي على النتائج لازم نركز على طريقة اللعب وهذا الشي اللي لازم نشوفه بدورة الصداقة وبمباراة الإمارات وكمان لازم الكابتن فجر إبراهيم يتحمل غلازة الجمهور السوري اللي شاف الويل بالملحق الآسيوي واللي داق المر بكأس آسيا بتمنى يعجبكم الفيديو كونوا بصحة وخير وسلامة